ومتابعينا بصباحنا لليوم ووصلنا لفقرتنا الطبية كثير مننا بتتأثر نفسيته بقصاص يمكن ما كثير الغيرنا بيحس فيها الأمراض الجلدية، الحروق، يمكن الحبوب قصاص كثيرة بتأثر على نفسيتنا ويمكن علاجه بيكون شوي طويل الأمد اليوم رح نحكي أكيد عن جراحة الحروق التجميلية وكيف فينا نحن نرجع رونق بشرتنا مثل ما كانت وأحسن وكيف فينا أكيد نجدد البشرة يلي يعني راحة أثر الحروق يعني انتزعت البشرة رح نحكي أكثر مع الدكتور نوار مبيض أخصائي بيأجراحة التجميلية والترميمية سباح الخير دكتور سعاد صباحكم ومضان كريم عليكم سعاد صباحك للبداية خلينا أول شي نعرف أنواع الحروق أي الحروق تحتاج لعملية تجميلية لجراحة تجميلية؟ الحروق نحن منصنفها كذا تصنيف فيه تصنيف من حيث العامل المسبب ممكن يكون تعوض نحن لسائل ساخن مثل الماء الساخن أو الحليب أو مواد الطبخ ممكن يكون لهب مثل الحروق اللي بتصير نتيجة اشتعال البنزين أو المازود أو ما شابه فتختلف حسب الآلية وممكن يكون كمان تماس مع سطح ساخن مثلا تماس مع صوبيا أو مع مكواس ساخن أو أي أداة معدنية سطح حار الآن الأهم منه هو تصنيف الحروق حسب عمقه حتى ما نضيع كثير بالتفاصيل راح أستخدم تصنيف بسيطي فيهم وكل الناس فيه عندنا أول شي الدرجة الأولى من الحروق اللي هي مثل أشياء مثال إلى هو حرق الشمس نحن هنا بكل بساطة عندنا حرق صار نتيجة التعرض لحرارة نسبيا مانا كتير شديدة لفترة طويلة فأهم ميزة أنه نحن هنا عندنا مبصر فقاعات هلأ بتأشر البشرة بعد تماما بس صارنا بالفقاعات نحن صارنا بالدرجة الثانية تبع الحرق فنحن هنا عندنا بشرة تأزيت شوي هي حروق سطحية ما لا أهمية أبدا من ناحية الخطورة على الحياة أو المرضية صحي مؤلمة كتير ولكن هي ما بتخوفنا بتتراجع خلال عدة أيام منعطي مسكنات لأنه هي مؤلمة منعطي مرطبات للبشرة لأنه بصير شوية جفاف بالبشرة أثناء الحرق ومننصح المريض بالتجنب والتعرض للشمس خاصة بعد فترة الحرق من شامس هي تصبغات شديدة هلأ منجي على الدرجة الثانية السطحية من سمية مثل احنا نقول نحن مصطلح الحروق السطحية اللي هي حروق صار فيها أزية بالجلد ولكنها أزية جزئية ما أخدت كامل سماكة الجلد فأهم ميزة إلى هذا الحروق أنه عندها قدرة للترميم العفوي واللي هي أشياء مثال إلى حروق الماء الساخن طبعا بشرط أنه ما تكون أهملت يعني صار عنا تعرض لأجزاء من الثانية للماء الساخن تم تبريد الحرق بشكل سريع فنحن صار عنا حرق سطحي هلأ هون هذا الحرق بيصير عنا فقاعات رح تأشر البشرة تبع الجلد ولكن الحرق ما أخذ كامل الأدمة من سمية يعني كامل سماكة الجلد وبالتالي في عنا قابلية لتشكل بشرة جديدة عفويا عطلنا الحروق هاي خلال 15 إلى 20 يوم بتتمم لحالة بشكل عفوي من ميزات الحروق أنه هي ما بتترك ندبة نتيقين كتشوه بالجلد ولكن ممكن تعمل اضطراب تصبغ همية هاي الحروق السطحية أنه إذا كانت مساحة كبيرة يعني أكبر من 10% من مساحة الجلد عند الأطفال أو 15% من مساحة جلد الإنسان عند البالغين ممكن تشكل خطورة على الحياة ليش؟ لأنه نحن بصير عندنا خسارة كبيرة لسوائل الجسم مثل ما أن هذا الحرق بدي طالع فقاعات بدي بلش يخسر مي فلما مكون نحن وصلنا لهذه المساحات فنحن هون حكما لازم نراجع مشفى صفة إمكانية الاعتناء بالحرق بالمنزل غير آمنة دكتور يعني قبل ما نروح على الإسعافات الأولية اللي لازم نعملها بالبيت خلينا نحكي بنقطة كثير الصبايا عم يعانوا منها خاصة وهي حروق الليزر كثير من الصبايا أو كثير من المراكز التجميلية للأسف صارت نوعا ما تجارية صاروا الصبايا اللي بيعملوا ليزر لإزالة الشعر أو لإزالة التاتو أو كل أنواع الليزر هنا غير مانون أطباء هنا يمكن ناس عاملين دورة عادية فعم يسببوا بلدعات بالجلد عم يسببوا بحروق وخاصة إن كانت بالوش عم يتبغ هذا الحرق عم يطول علاجه عم يكون يمكن يعني ما عم يستفادوا شيء خلينا نحكي عن حرق الليزر ونطمين كل المشاهدات اللي عم يطابعونا فيه إلو علاج ممكن يصير فيه عمل جراحي إذا كان الحرق أوفر أويه هلا بالأخير هو حرق الليزر نوع من هالحروق اللي سكرناها من الشوي بس أيه أيه السنف تماما هلا هو حسب شدة الإصابة يعني قد يكون درجة أولى مثل حرق الشمس وبهالحالة نحن بكفي نعطي مرة طباط وواقيات شمسية ممكن يكون درجة تانية سطحية مثل ما حكينا اللي هو سبب الفقاعات واللي هون صفى شفاءه بديد طول سبعين أو ثلاث أسابيع وممكن يكون النوع الثالث اللي ما سكرناه هو الحروق العميقة الحروق العميقة هي الحروق اللي بتاخد كامل سماكة الجلد وبالتالي قابلية الشفاء العفوي فيها مستحيلة إذا من نترك الحرق نستكين للشفاء العفوي رح يحتاج حوالي شهر ونص لثلاث أشهر وأكيد رح يساوينا عنا نوع من التليفين رح نشوف الجلد مجاعد أو مشوه ليش؟ هون الحرق أخد كامل سماكة الجلد ما عاد فيه بشرة رح تتشكل البشرة بشكل بسيط من محيط حواف الحرق أما من المركز ما فيه بشرة وبالتالي نحن عنا رح يكون فيه عنا تشوه هلأ بهمك بموضوع الليزر هنه خاصة الأشخاص ذوي البشرة المو بيضة الحنطية أو السمرة دائماً كلما كانت البشرة أغمق عندها استعداد أعلى لغسيفي عندها اضطراب تصبغ بعد شفاء الحرق لهيك نحن كتير مهم أول فترة بعد حدوث الحرق يعني أثناء الشفاء واللي هي بتستمر عاطن بين 6 شهر للسنة بحنا نتفاجأ بالرقم مو أسبوع ولا أسبوعين أنا النتيجة النهائية للون الحرق بأخذها بعد حوالي سنة وبالتالي أنا هالفترة كتير مهم أني أنا أعتني فيه بشكل سليم وأهم فكرة هي أني أنا ما عرض للضوء قدر الإمكان لأنه إذا صبي السمرة واتعرض الحرق هو بشرة جديدة عم تتشكل بيكون عندها استعداد عالي التصبغ من هالمبدأ نفسه نحن كمان بنحكي لما منقول المرصي بنساوي إجراءات تقشير البشرة بفصل الصيف لما بتكون الشمس قوية منقول يفضل تتساوى بفصل الشتاء لأنه هي نوع من الحروق للمنساوية نحن عم أصد لك منقول لازم تتساوى مرصي فصل الشتاء حتى ببداية فصل الشتاء لحتي يكون عندنا عدة أشهر بعد هالحرق العام نساوي ليكون في عندنا عدة أشهر من عدم التعرض لأشاعة الشمس الشديدة لحتي يصير عندنا شفاء جيد هلأ هون منصح نحن منشان هالصبايا اللي عم يصير عندهم حروق نتيجة الليزر بالوجه أول شيء استخدام الواقيات الشمسية بانتظام كيف يعني لازم حط الواقي الشمسي كل ساعة أو ساعتين من لما فيه من النوم حتى مغيب الشمس لأن الواقي الشمسي أكتمل ساعتين ثلاثة مرح يأسر طبعا استخدم واقي بعيارات عالية والأهم من هيك أنه أنا لازم استخدمه حتى في المنزل لأنه فيه شيء اسمه ضوء الشمس الغير مباشر يعني أنا الصبح بالبيت لم يشغل الكهربة الصبية طيب شو هذا الضوء الموجود ببيتها هذا ضوء الشمس الغير مباشر هلأ مهمة الواقفة بالشمس بس كمان بيأسر هلأ بالطريق هي بحاجة لإجراء إضافية بحاجة لتستخدم طائية أو ما شابه لحتى تحمي حالة بشكل أفضل من الشمس لأنه الواقع مهما كان ممتاز شو بيحمي؟ أحسن واقع في العالم بيحمي شيء 50% وغالبا بيحمي 30 و40 فأنا إذا بشرتي سمرى وعندي استعداد عالية تصبق لازم أنا أحطاق قدر الإمكان طيب دكتور ذكرت خلال حديثك عن أنواع للحروق يمكن النوع الثالث السطحي اللي هو يكون آخذ كل مساحة الجلد اللي بيحتاج هون فينا نقول لجراء تجميلي للحروق خلينا نحكي عن هاي النقطة هون كيف بتم المعالجة والعمر بيلعب دوري يعني كنا نسمع أهلينا بيقول لأنه طفل صغير فجلده قابل لأنه يتجدد بس لأنه شخص عمره كبير لا الحرق المعالجة بتكون مختلفة صحيح صحيح هلأ نحن صديقتي إنه ميزنا من ثلاث أنواع أساسية صحيح النوع الحرق الشمس إنه الدرجة الأولى هذا ترطيب بس وتسكين نيجي على الدرجة الثانية السطحي شبهناها بحرق المعالجة السخنة غالبا هذا الحرق تبع الفقاعات اللي هو وحرسيه فيه شفاء عفوي خلال أسبوعين ثلاثة إذا مساحته قبيرة إنه فوق 15% عند الكبار أو 10% عند الأطفال ناخده على المشفى لأنه بده سيرومات من شاء نعوض السوائل طبعا فيه هنا حالات استثنائية لو المساحة صغيرة مثلا ممكن تكون 1 أو 2% بس منطقة حساسة مثل الوجه مثل اليدين مثل المنطقة التناسلية هاي المنطقة صحي صغيرة بالمساحة ولكن إلى أهمية تشريحية خاصة فلو مساحة صغيرة يفضل نراجع مركز مختص بعلاج الحروق حتى ناخد نتيجة جيدة وآمنة ومنعم الأزياد بهذه المنطقة بيجي عنا النوع الثالث النوع الثالث اللي هو الأهم اللي هو الحروق اللي أخذه كامل سماكة الجل سميت الحروق العميقة هون مثل ما حكينا إمكانية الشفاء العفوي فيها مستحيلة إلا إذا تركنا الحرق على شكل تليف وتندب وهون من الحماقة أنه نحن نكابر ونقول لحن نستخدم كريمات ونتأمل أنه يشفى الحرق غالباً رح نفوت النتائج السيئة بعد أسابيع من الانتظار ومعاناة للمريض إعاقة عن العمل وبالأخير رح ناخد نتيجة غر مرضية بهالحالة من الحروق هاي من سميه نحن كجراحين تجميل من سميه الحروق الجراحية يعني اللي بحاجة لإجراءات جراحية لترميمة وأشياء هاي الجراحات هو الطعوم الجلدية إينا نحن ناخد جزء من سمكة الجلد من منطقة أخرى سليمة نسميها الرقعة الجلدية مناخدها ومنطبيقها على منطقة الحرق الكامل السماكة حتى نأمن شفاء عفري وجيد وسريع لهالمنطقة تترمم بشكل صحيح تماماً نحن جدنا بشرة من المحل يعطينا لها أنه خاسرة بشرة وماها حتى تشكل بشرة فاستعنى بمنطقة أخرى معطية طبعاً المنطقة المعطية نعمل خافة عليها لأنه نحن عم نعمل بالمنطقة المعطية حرق سطحي وليس حرق عميق عم ناخد جزء من سمكة الجلد حتى ممكن بالمستقبل يتخذ مننا مرة ومرتين وأحياناً ثلاث مرات لنفس المنطقة المعطية في حالة طرنا نكرر عملية التطعيم الجلدي نعم دكتور قبل ما نختم فيه إسعافات أولية لازم نعملها بالبيت هلأ رمضان وأعياد والحرق بتكتر وطبخ بيكتر والحرق بتكتر عشان نطلع حلوين على الأعياد خلينا نحكي شو الإسعافات الأولية بغض النظر عن درجة الحرق أول ما يصير حرق بالبيت شو لازم نعمل أول شي نحط مي باردين نحط دواسنان شو نعمل تماماً ليا أول شي أهم مبدأ نحن صارت عرضنا لحرق دائماً التبريد الفوري والسريع بالماء هو رقم واحد طبس نحط الحنفية مثلاً إذا عائدنا ما بيأشط الجل تماماً يأشط هذا الجل الأشط هو جل قسرنا هو جل فقط قدرته على البقاء هو إذا ما وقع اليوم رح يقع بكرة هلأ هون موصل إلى موضوع أن الفقاعة نشيلة ولا منشيلة هي إنشلناها فوراً ولا إنشارت بعد أسبوع هي خسرانينا خسرانينا فنحن أهم شي أنه نحن نبرد الحرق فوراً ما نفهم شغلة كتير يعني بين أنا تعرضت له العامل المسبب بين تعرضت له لمدة بين ثانية أو ثانيتين شوفي هالتفصيل الصغير فأنا كتير مهم التبريد الفوري والسريع ليش؟ أنا واللي أكون نكب زيت حار على إيدي جيت فوراً حطيتها لحنفية أول شي أنا بردت الحرارة تاني شي أنا تخلصت من العامل المسبب اللي هو الزيت أو المازوت أو أي مادة حارقة فنحن الغسيل الفوري هو شي كتير مهم طبعاً إذا في ملابس أنا ملوثة بهالمادة الحارقة أنا لازم فوراً إنزع الملابس لا صمح الله في عندي حرق كبير أنا بجيب أنا أي غطاء نظيف شرشف ما شابه بلف في المريض منشان طبعاً بعد ما نزعت عنه ملابس اللي هي كانت جزء من الحرق بلفه فيها فهي نزعت الملابس يعني ممن كان فيه ينزعه دكتور؟ نحن عم نحن في حالة استثنائية أنا معك حق بس أنت عم تسنين عن إسعاف أولي لحرق كبير بمكان خارج المشفى فهذا الإجراء الأفضل إني أنا طفيت الحرق من خلال أنا لفيت غطاء على حالة الغطاء رح يخنق الأكسجين وحيطف الحرق نزعت الملابس أنا قدر الإمكان بلفه أنا بأي غطاء نظيف موجود متوفر بالبيت وبأخذه على أقرب مركز حروق لحتى أخذ العلاج المناسب أكيد معلومات اليوم قيمة تعرفنا عليها نتشكرك دكتور نوار المبيض على وجودك معنا أخصائي بجراحة التجميلية والترميمية شكراً كتير لك شكراً يا نورة أهلا وسهلا فيكم شكراً لك